أخي المشاهد أختي المشاهدة السلام عليكم اليوم سنقدم لكم درس 30 من الزخرفة المغربية الأصيلة سن تعلمون في هذا الدرس كيف نستره هذا النموذج الحر الرائع طريقة سهلة في التستير جدا لنبدأ على بركة الله سوف نستره هذا النموذج الحر في مراحل المرحلة الأولى هي هذه أنا أخذت ورقة بحل العادة للحجم A4 ثم استردت هنا في الوساط المربع ديال 8 على 8 ديال سنتيمتر إذن من هنا احتل هنا خديت 11 سنتيمتر ثم 8 ديال سنتيمتر هي 19 سنتيمتر ثم الباقي 10 فاصيلة 5 سنتيمتر ثم تقسام ديال العرض كذلك خلت من هنا احتل هنا 6 ديال سنتيمتر ثم 8 ديال سنتيمتر ثم 7 ديال سنتيمتر الباقية ثم الكفية ديال ستير ديال هذا هذا النموذج وهو أنا بديت أولا حددت الوساط يعني 8 ديال سنتيمتر وهنا كذلك الوساط انتو ما كتشوفوا هذن نقاط هذو هي الوساط ديال الضلع ثم جيت وحسبت من هنا يحتل هنا يخذي جوج ديال السنتيمتر ومن هنا احتل هنا جوجت السنتيمتر ثم كذلك هنا يجوجت السنتيمتر باش نكون موربع الوساطي اللي كتشوفوا هنا ثم اربط هذن نقاط هكذا بخط هكذا ثم من بعد جيت واربط هذن نقاط هكذا يعني من هنا حتى هنا مربوطة بسطر ثم من هنا حتى هنا مربوطة بسطر ثم من هنا حتى هنا مربوطة بسطر يعني جميع النقاط مربوطة بسطر ثم جيت وضبلتهم باش يكون عندي خط كنت عندي خط نفس الشيء هنا ونفس الشيء هنا ونفس الشيء هنا وضبلتهم اللي خسني ما زال نعمل هنا وهو الموربع الوساطي يخسني نضبله تقريبا بحال هنا ربعة ديالة مليمتر هكذا تقريبا ربعة ديالة مليمتر وننجي هنا وهذه نضبلها هكذا ثم نفس الشيء هنا إذا هذا تقسني باش نكون دقيق ونقصني ننجلها باش نشوف ننجل هاتي جي هذي ونأخذ ربعة ديالة مليمتر يعني عينك ميزانك ونسترستر نبعه مشي إبلي الموربع الوسطي هكذا ثم ونستر الأخير نضع خديل هذا كله تخصوه تعمل بقلام الرصاص لكن أنا عملته بمباشرة بقلام ميدادي إذن بحل كتشوفوه دبا الموربع الحر كمل أشنو ما الخانات اللي خصومي تقطعه دبا هناك سوف تعمل أنه يتخصوه وتقطعه كامل لكي يكون عنه يكون نموذج عنا يعني كامل للتقطع يعني هذا الخانة هذه هذه تخصيص التقطع ثم هذا خانة هذا الخانة كلها تخصيص التقطع مع هذه والوسط كي يتحدد السطر هكذا أنا غالي نوريكم فقط يعني جهة وحدة ثم هذا الجيهة وتعرجت هنا وهذه هنا والمهم المساحة كلها تقطع ولكننا غالي نستطر لكم وهكذا وهكذا دو عليك يعني هذه الجيهة وهذه الجيهة وهذه الجيهة وهذه الجيهة نفس نفس طريقة هذه الجيهة اللي نقطعت في المرحلة الثانية لك تشوف الشكل دياله الأخير ثم بهذا هذا الشكل هذا قطعت كذلك على ورقة بلاستيكية باش هذين ستعملوا للتنصيق أنتما ورقة بلاستيكية مقطعة هنا لكي تستطروا على هذه الورقة البلاستيكية ملسة ستجدكم القلام اللي ما كيتمحاش الميداد اللي ما كيتمحاش بهذا هذا النموذج سترت النموذج النهائي ولونتم أنتم ما كتشوفوه نموذج بسيط ولكن رائع شكرا على انتباهكم ما تنسوش ما تنسوش تشاركوا في القناة ولكم الشكر جزيل والله في عميكم المترجم للقناة